بعض مهم جداً وإحنا دايماً بنتكلم فيه مع حضراتكم وهو تطوير التعليم الفني في مصر أكتر من متابع ويمكن فترة التنسيق دي كشفت لناس كتير ما كانتش تعرف إيه اللي بيحصل في التعليم الفني في مصر خصوصاً في الشق الجامعي والكليات التكنولوجية اللي موجودة وحتى ما قبل التعليم ما قبل الجامعي المدارس التكنولوجية اللي أصبحت موجودة في مصر المدارس المتخصصة في تنمية بعض المهارات التكنولوجية بدأنا نشوف مدارس في الدهب مدارس مثلاً بنشوف شركات كبيرة ومصانع عنلاقة في مجالات محددة بنشوف ده في السيارات بنشوفه في الأجهزة الكهربائية بنشوفه في النسيق بنشوفه في المفروشات أسماء كبيرة وشركات كبيرة بدأ هذه الشركات بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم الفني إن هي تدخص تصمارات لتعليم الولاد في مدارس ومعامل ومصانع مهيئة وورش مهيئة لده وبالتالي ده أصبح لي مردود كويس على سوء العمل سواء محلياً وحتى خارجياً عدد كبير من المدارس اللي تم إنشاءها في مجال التعليم الفني في السنوات الفائتة كمان لو بصنا للجامعات التكنولوجية في توسع كبير جداً في الجامعات التكنولوجية على مساحة مصر كلها الحراكم شايفينه ده تقرير المركز الإعلامي لبجلس الوزراء اللي بتكلم فيها عن ما حدث في مصر خلال السنوات الماضية التعليم كمان بتكلم على المستهدف في هذا الملف حتى 2030 زيارة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من المتفوقين في الإعدادية أخذوا بالكم من ده من المتفوقين في الإعدادية الحاصرين على مجموعة أعلى من 85% يعني يعني مستهدف إنهم يكونوا 20% مقارنة ب4% ده كان في 2014 كمان من المستهدف زيادة نسبة خريجي التعليم الفني اللي بيعملوا في مجالات تخصصاتهم إلى 80% إن شاء الله بحلوله 20-30 مقارنة ب30% فقط ده كان في عام 2014 ترجمة نانسي قنقر